ما يقارب سنة مر على توقف دعم مصر في لبنان للقروض السكنية إلا أن بصيص أمل ظهر مع تعبير وزارة المال عن استعدادها لتقديم الدعم وتغطية فوائد القروض ليشكل طرح حاكم مصر في لبنان زيادة 5000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين هاجساً آخر لدى الشباب في لبنان في عنا بحدود 95 مليون تنكة بنزين سنوياً بيأمنون لك بحدود 300 مليون دولار سنوياً كرميل القروض السكنية كرزم تحفيزية بس الشي المهم بطرحه لرياض سليمي أنه الـ 5000 سبتين بينما الإشكالية الكبيرة إذا كان في عندك برسنتاجات يعني نسب مئوية كضرائب هذه ممكن تزيد عن الرقم اللي بدي تحطه الدولة لتدعم القروض السكنية ممكن ينزل تحت منه وهذا الأمر بشكل مشكل كتير كبير لأنه معناته أنه سن المواطن بيطلع له قروض سكنية سن ما بيطلع له عجز الدولة في الفصل الأول من العام الحالي بلغ نحو ملياري دولار رقم يتخطى ضعف العجز في الفترة الزمنية نفسها من العام الفائت ودعم القروض يدخل في خانة إنفاق الدولة وهو ما يدفعها إلى توفير مصادر إيرادات أما عبر وقف مزاريب الهدري والفساد وأما عبر فرض الضرائب على المواطنين والتجارب خير مخبرا عن خيار الدولة الأسهل عملنا تخفيض بالموازنة على الورق بس ما عملناه بالتنفيذ بينما بصندوق النقد الدولي توصييتنا وبس يحكوا عن كلمة إصلاحات يكونوا عم يحكوا عن إصلاحات مالية وبالتحديد عن إصلاحات بقلب الموازنة يعني بكرة رفع الضرائب آتي لمحالة واحد لأنه الملزمين بتنفيذ دقائق مؤتمر سيدر واحد من بينيته الإصلاحات المالية والاثنان لأنه ما في عنا خيارات لأنه إنفاقنا عم بزيد كيف بدك تتموليه هذا الإنفاق على الرغم من نفي وزارة المال أي نية لديها لزيادة الضرائب وتكتم المعنيين فيها على خطتها لتأمين الإرادات يسأل مراقبون من أين ستوفر وزارة المال ما يقارب 33 مليون دولار لدعم فوائد القروض في السنة الأولى فقط فهل توفر الدعم من دون إرادات؟ فيصح القول دين اليوم ضريبة الغد وتجربة الأمس لنظرها قريبة جوال الحج موسى قناة الجديد